هذا سائل يقول السيوطي رحمه الله ذكر في كتابه الإتقان في علوم القرآن أن جبريل اطلع على اللوح المحفوظ ونقل القرآن فهل هذا صحيح؟ هذا غلط من السيوطي وقد رد عليه الشيخ محمد بن مراهيم رحمه الله في رسالة في بيان إنزال القرآن العظيم نعم رسالة مطبوعة مع فتاوى الشيخ محمد بن مراهيم رد على السيوطي هذا الكلام إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ نعم